الرئيس السيسي يوجه بإجراء مراجعة دقيقة للأعمال الفنية والإنشائية الخاصة بمبادرة يحياه كريمة وذلك لضمان مستوى الأداء والتنفيذ طبقاً للمعايير الحديثة الرئيس السيسي يشيد بما حققته البعثة الأولمفية من نتائج وإنجازات ويمنحهم عدداً من الأوسمة الرياضية إعلان النتائج امتحانات الثانوية العامة بنسبة نجاح 74% وفتح باب المرحلة الأولى لتنصيق الجامعات يوم السبت القادم السادسة مساء في القاهرة الرابعة بتوقيت جرينيتش نشط إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصرية أهلاً بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء المراجعة الدقيقة المنتظمة لكافة الأعمال الفنية والإنشائية الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياه كريمة بالاستعانة بكبرى المكاتب الاستشارية المتخصصة وذلك لضمان مستوى الأداء والتنفيذ طبقاً للمعايير الحديثة لكافة قطاعات المبادرة ومراحلها جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير القهرباء والطاقة المتجددة وسرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض عدد من مشروعات وزارة القهرباء على مستوى الجمهورية في حين عرض وزير القهرباء محمد شاكر نتائد زيارته الأخيرة على رأس وفد رفيع المستوى إلى روسيا في إطار التعاون المشترك بين البلدين لإنشاء محطة الضبع النووية كما وجه الرئيس السيسي بأن تتضمن مشروعات الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر مراكز للتدريب الفني لبناء القدرات وذلك في مجالات التشغيل والصيانة إلى جانب مراكز للبحوث والتطوير بالتعاون مع المعاهد والمراكز البحثية المختلفة في مصر كما وجه الرئيس السيسي بسرعة تنفيذ مشروعات إمدادات لخطوط التغذية الكهربائية لسيناء وذلك لربط الشبكة الكهربائية في سيناء بالشبكة الكهربائية الموحدة وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الكهرباء عرض أيضا آخر مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار خاصة مع ليبيا كما تم استعراض جهود التنصيق والتعاون بين وزرتين كهرباء والإسكان بخصوص مشروعات محطات تحلية مياه البحر فضلا عن عرض مخطط التعاون مع عدد من الدول الأفريقية في مجال المحطات العائمة لتوليد الكهرباء وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الكهرباء عرض خلال الاجتماع مستجدات أعمال التغذية الكهربائية لمشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر استقبل الرئيس عبدالفتاح سيسي اللاعبين واللاعبات والأطقم التدريبية المتوجة بميداليات خلال دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في طقيو 2020 وحسب ما أكد للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية فقد أشاد الرئيس سيسي بما حققته البعث الأولمبية من نتائج وحصيلة للميداليات وإسهامهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية وتم منحهم ومدربيهم عددا من الأوسمة الرياضية ترجمة نانسي قنقر قرر رئيس جمهورية مصر العربية تمنح الأوسمة التالية لللاعبين واللاعبات والمدربين الحاصلين على ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية توكيو 2020 وهم أولاً الكاراتيه وسام الرياضة من الطبقة الأولى لكل من اللاعبة في ريال أشرف محمد عبد العزيز السيد اللاعبة في ريال أشرف محمد عيسى السيد أوسكار فرانشيسكو سالازار السيد أسامة سيد محمد عبد الرحمن السيد محمد مجدي السيد يوسف السيد محمد أحمد محمد إبراهيم اللاعبة جيانا محمد فاروق محمود اللاعب محمد إبراهيم السيد إبراهيم ويتسلم عنه الوسام السيد محمد أحمد محمد إبراهيم السيد محمد عبد الرجال جودة حسن بسم الله الرحمن الرحيم أولاً حمد الله على السلامة وألف مبروك مبروك حاجة جميلة جداً جداً أسعدتوني ونشكركم وجهد عظيم وإن شاء الله اللي يام اللي جاية نقدر نحقق أكتر من كده والفكرة مش في تحقيق الميداليات أو كده هي الفكرة في حالة الرياضة حالة اللياقة البدنية في مصر بتعكسها المسابقة اللي زي كده كل ما الدول تبقى متحدرة بتهتم بنفسها وبتهتم بشبابها وبتهتم بأبنائها وينتج عنده حجم ضخم جداً في القطاع ده بينعكس بالنتائج يعني الهدف مش الميدالي وهي أخي عظيمة عشان بس محدش لكن حالة الرياضة حالة بناء أجسام أولادنا وبناتنا في مصر حالة أنا بقول كلام ده لأن فرصة وأنتو موجودين أن الرسالة تتصل لنا فهنا سعداء أولاً باللي أنتو عملتوه وبنشكركم عليه وبنشكر كل ما نشارك فيه في وزارة الشباب وكل الوزارات اللي كانت لها يعني لها الشراكة في هذا الأمر يعني زي ما قلت كده لكن بقول تاني أن مستوى البطولات دي بيعكس حالة الرياضة في الدولة فأي دولة كل ما يكون حالة الرياضة حالة الرياضة يعني في شعب مهتم في أب وأمه مهتمين في دولة مهتمة في مدرسة مهتمة في جامعة مهتمة في إنسان بيرائب نفسه شايف بيدايماً متابع وزنه وحالته الصحية وكلام نهزر القبيل يعني فمبروك حدا عايز حاجة أيها طويل احنا كان صورة مشرفة جداً لولادنا بصفة خاصة في الألعاب الفردية ومحددين برضو تخطيطياً سواء لجنة التخطيط في اللجنة الأولمبية والاتحدات أو اللجنة العلمية واللجانة اللي موجودة بشكل منصق جداً معظم أولادنا دول سنهم أصغر من السن بخبراتهم إن شاء الله يكون في طفرة كبيرة جداً سواء على المستوى البطولة أو القطاع الآخر لتحت البطولة احنا في 24 محددين عدد الميديليات اللي هيكون فيها ده أكتر من كده بكتير إن شاء الله يفهم شكري 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 وقال الرئيس عبدالفتح السيسي على صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه شرف بتكريم أبنائه وبناته من أبطال مصر لما حققوه من إنجاز كبير خلال دورة الألعاب الأولمبية توكيو 2020 وأوضح الرئيس السيسي أنهم يمثلون خير قدوة للشباب في التفوق وقوة العزيمة والإصرار مؤكداً دعمه الدائم والكامل لتوفير كل الإمكانات اللازمة لكل الفئات العمرية من أبطال مصر الرياضيين بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية ورفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية داعياً إياهم بالاستعداد لتحقيق إنجاز أكبر في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي رئيس البورسة المصرية محمد فريد صالح وتناول اللقاء آخر المستجدات والتطورات التي طرأت على أداء البورسة المصرية كما استعرض اللقاء أهم ملامح استراتيجية إدارة البورسة لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية المقايدة خلال المرحلة القادمة ليستمر في القيام بدوره كداعم لخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الرامية لتعزيز المصاري الاقتصادي وتحسين الأحوال المعيشية كما تطرق اللقاء إلى جهود إدارة البورسة لتعزيز السيولة والتداول ومنقشة إدخال تعديلات على القواعد والقوانين لجذب المزيد من الشركات الجديدة للقيد عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي اجتماعا مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء هاب الفار وعدد من مسؤولي الهيئة لمتابعة الخطوات التنفيذية لعدد من مشروعات التطوير الجاري تنفيذها في محافظة القاهرة وأكد رئيس الوزراء أنه تنفيذا لتكلفات رئيس الجمهورية يتم العمل حاليا على الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات التطوير في محافظة القاهرة بتزامن مع المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها المحافظة خلال المرحلة الحالية من أجل إعادتها لمظهرها الحضري وللإسراع بدخول هذه المشروعات حيز التنفيذ تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجمع الورش الحرفية بمنطقة شمال الحرفيين بالدويقة الذي يمتد على مساحة ستين فدانا كما تم عرض المخطط العام للمشروع وعناصرية التي تشمل مجمع الورش الحرفية ومنافذ توزيع المواد الاستهلاكية والمنطقة السكنية بمرحلتين الأولى والثانية وكذلك مركز تشغيل المرأة المعيلة والمركز الرياضي والاجتماعي إلى جانب إقامة مخبز ومكتب بريد بالإضافة إلى إنشاء مدرسة مهنية ومركز احتضان وتأهيل أطفال شوارع ومركز صحي والمنطقة الترفيهية أعلن وزير التربية والتعليم وتعليم الفني طارق شوقي نتيجة شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي أن نسبة النجاح بلغت نحو 74% تعالوا نقارن نسبة النجاح العامة هذا العام نسبة النجاح العامة لهذه الدفعة 74% وده نقدر نقارنه بأول دفعة تم فيها استخدام التابلت كانت سنة 2016-2017 كانت 72% السنة اللي وراها بقيت 74 اللي هو نفس الرقم بتاع السنة دي المقارنة طبعا مش واحد لواحد لأن ده كان نظام تقييم كل السنوات دي نظام تقييم الأدين هنا في نظام تقييم جديد فالمقارنة مش واحد لواحد بس النسبة العامة في نفس النطاق بتاع السنوات اللي فات السنة التسعتاشر عشرين هي سنة الكورونا وهي سنة خاصة جدا ما نجدرش نقارن بيها قوي ولكن حطنا هنا عشان حضراتكم تشوفوا فإذا نسبة النجاح العامة 74% كما أعلن شوقي بدء امتحانات الدور الثاني للثنوية العامة في الرابع من سبتمبر المقبل وأشار إلى أنه رغم اعتماد نظام التصحيح الإلكتروني فإن التظلمات متاحة أمام طلاب الثنوية العامة ومن حق أي طالب أتقدم بتظلم بدءا من يوم الأحد المقبل عبر رابط على موقع الوزارة بالإنترنت هنتيح لحضراتكم رابط إلكتروني يوم الأحد القادم وخطوات لطلب لمن يريد إعادة فحص إعادة فحص يعني بيقول لنا تأكدوا لو سمحتوا إذا كانت الورقة بتاعتي حصل فيها لخبطة أو لا لو هي الورقة بتاعتي ما فيش أي حاجة تانية نقدر نتكلم عليها لأن الباقي كله بيعملوا الكمبيوتر وده يعني اختلاف عن التظلمات التقليدية هندي لحضراتكم الرابط والوزارة هتاخد أقل من أسبوع وترد على أي طلب هيجي لها في هذا الشأن الدور التاني اعتمدنا الجدول بتاعهم بارح مع اعتماد النتيجة هيبدأ يوم 4 سبتمبر وهيخشوا حوالي 160 ألف في الدور التاني من المجموع بتاع الطلاب اللي دخلوا انتحانات السنوات ونعلن الجدول بتاعه في اليومين ثلاثة الجايين برضو بس عشان نخطط الدور التاني هيبدأ يوم 4 سبتمبر من جانبي اعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبدالغفار أن الحد الأدنى لتنصيق القبول بالجامعات للمرحلة الأولى هو 88.4% لعلم علوم و80% لعلم رياضة و65.7% للشعبة الأدبية وأعلن وزير التعليم العالي أن انطلاق المرحلة الأولى للتنصيق سيكون يوم السبتم القادم وللمدة خمسة أيام عايزة أقول أن المرحلة الأولى النهاردة في شعبة علوم ستبدأ من حد الأدنى للمرحلة 88.4% مقارنة بـ 97.6% العام الماضي أنا مش بقول توقع أنا بقول أن احنا هنبدأ يوم السبتم بهذا المجموع شعبة الرياضة 80% مقارنة بـ 94.4% العام الماضي شعبة الأدبي 65.7% مقارنة بـ 79.9% إذن هأكرر تاني أن احنا ابتداء من يوم السبتم القادم إن شاء الله هيفتح التنسيق على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي يتقدم مولدنا لتقدم لكتابة رغباتهم للمرحلة الأولى بـ 88.4% علوم 80% رياضة 65% أدبي ومع إعلان نتيجة الثانوية العامة بدأت أنظار الطلاب وأولياء أمورهم تتجهوا إلى الجماعات التي شهدت طفرة كبيرة في الجودة والتنافسية التعليم الجماعي ترأت عليه العديد من التطورات من أجل ربطه بسوق العمل كما احتلت الجماعات المصرية مراكز متقدمة بين جماعة العالم تطور كمي وكيفي غير مسبوق شاهده التعليم العالي مع الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا القطاع من أجل زيادة جودة وتنافسية مختلف جوانب المنظومة الجامعية على مستوى موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فقد زادت إلى 65 مليار جنيه في عام 2020-2021 بواقع 40 مليار جنيه زيادة مقارنة بعام 2014-2015 وبنسبة زيادة قدرها 160% وبالنسبة لتصنيف الجامعات المصرية دوليا فقد تقدمت تسعة مراكز في التصنيف العالمي لجودة التعليم في عام 2020 كما أصبحت في المركز الثالث عربياً وفقاً لتصنيف US News العالمي لتقفز من المركز الـ 51 في عام 2019 إلى المركز الثاني والـ 40 في عام 2020 بين 80 أفضل دولة على مستوى العالم كما شهد تصنيف US News العالمي لعام 2020 إدراج 14 جامعة مصرية مقارنة بـ 11 جامعة في عام 2019 في الوقت نفسه حثت الدولة الجامعات المصرية على تنفيذ شراكات دولية مع الجامعات ذات التصنيف العالمي مما أدى لإنشاء خمسة أفرع للجامعات الأجنبية في مصر وفي مجال الجامعات الأهلية الدولية فقد تم إنشاء ثلاث جامعات هي الملك سلمان والجلالة والعالمين الدولية كما تم البدء في إنشاء خمس عشرة جامعة أهلية أخرى تتبع عدداً من الجامعات الحكومية ومن أجل أن يتوافق الخريج الجامعية مع متطلبات العصر سواء على مستوى السوق العالمي واحتياجات السوق المحلية تم إنشاء ثلاث جامعات تكنولوجية كما تم البدء في إنشاء ست جامعات جديدة فضلاً عن البدء في إنشاء الجامعة المصرية لتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة الدعم غير المحدود الذي قدمته الدولة لملف التعليم العالي والذي تمثل في مضاعفة الميزانيات المخصصة له أدى إلى زيادة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وكذلك أفرع الجامعات الأجنبية في مصر إضافة إلى استحداث تخصصات علمية جديدة بكل روافد التعليم الجامعي وتطور أداء الجامعات على مستوى التصنيفات الدولية وفي تصريحات خاصة لتلفزيون المصري عبر أوائل الثانوية العامة عن سعادتهم البالغة بالتفوقهم وحصولهم على أعلى درجات والنتائج وأبدى الطلاب المتفوقون امتنا لهم بما حققوه من تميز ونجاح كنت مبسوطة جدا لما سمعت الخبر كنت بحمد ربنا جدا كان مجرد مثلا أمنية من أول السنة أو كده لكن اللي أنا فعلا كنت بشتغل عليه أن أنا كنت عايزة تفوق كنت عايزة أجيب مجموعة بس حاجة زي كده كنت سايبها بقى على ربنا اللي هو نصيب بقى أول حقيقة أبعا استقبلت الخبر بأنما كنت أصلا متوقع أنها بكونش أصلا في المكانة دي بس الحمد لما ماما وأخويها تكلموني جالوا أنت في التلفزيون وكده طبعا فره وأبعا شكعت ربنا الحمد لله على الحالة دي الحمد لله مبسوط يعني وما كنتش توقع الدرجة دي خالص الحمد لله يعني كرم من ربنا ووفقنا وفرحت أهلي مجموعة 4-102 علم علوم حفظة الفيوم الحمد لله يعني ربنا كرمني وجبت مجموعة عائلك كبيرة وفرحت أهلي وإن شاء الله يعني أبقى المجموعة ده وحال يعني أهداف أعلى من ده كتير الحمد لله يعني نجاحي فضل ربنا وفضل الوالدين وكل العيلة وكل المدرسين اللي اشتغلوا معايا أعلن المتحدث العسكري تنفيذ القوات البحرية المصرية والقوات البحرية الأمريكية تدريبا بحريا عابرا مشتركا بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر أضف المتحدث العسكري أن التدريب شارك فيه الفرقات المصرية سجم طابة والطراد الأمريكي يو اس اس مونري وذلك بعد انتهاء زيارته الناجحة لقاعدة برنيس البحرية مشيرا إلى أن فعليات التدريب المشترك شاملت عقد مؤتمر ما قبل الإبحار بقاعدة برنيس البحرية بحضور المختصين من كلا الجانبين أعقبه تنفيذ مجموعة من الأنشطة القتالية ذات الطابع الاحترافي خاصة في مجال تعزيز إجراءات الأمن البحري بهدف تأمين خطوط المواصلات البحرية والتجارة العالمية ومجابهة التهديدات غير النمطية وتشهد العلاقات المصرية الأمريكية مؤخرا تطورا ملحوظا حيث تعكس التدريبات المشتركة الأخيرة بين الدولتين تقارب الرؤى والأهداف للحفاظ على الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة أعلنت وزارة الصحة وسكان تماثل الطفلة الفلسطينية بيان محمود للشفاء بعد تلقيها العلاج اللازم لحالتها الصحية بمستشفى معهد ناصر بالقاهرة وفقا لتوجيهات الرئيس أضافت الوزارة أن الحالة الصحية للطفلة بدأت في التحسن خلال سبعة أيام من تلقيها العلاج تهتم القيادة السياسية ليس فقط بالمريض المصري بل بالمريض العربي أيضا وهذا ما حدث مع طفلة بيانة الفلسطينية التي استجاب لها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاجها داخل مستشفى معهد ناصر فنتابع معكم كيف كانت الطفلة بيان وكيف أصبحت البنت طبعا بيانكا جات لنا في حالة صعبة جدا يمكن الصور برضو هتبين لحضراتكم الوضع اللي كانت عليه البنت تقريبا كانت الصدفية منتشرة في كامل جسمها على هيئة بثارات صديدية منتشرة في الجسم وإحمرار وحكة طبعا أضف إلى ذلك النحية النفسية السيئة جدا اللي البنت كانت موجودة عليها لدرجة أنها كانت يعني ما بتحبش تتعامل مع حد من شدة التأثير السلبي النفسي للمرض عليها تم التعامل بسرعة مع الوضع اللي بانتجات دي بصراحة إدارة المعهد لم تبخل بأي جهد يعني فيش حاجة تطلبت تأخرت يعني مش أقول لحاجة حتى أنهما يعني كل حاجة بتطلب تيكي أدوية، فحصات، قراءة عينة، إعادة قراءة عينة مرة أخرى كل الكلام ده تم بمنتهى السهولة واليسر وكانت النتيجة بطل الله أنه إحنا في قسم الأمراض الجلدية خدنا خطة العلاج من ثالث يوم بالزبط بعدما طبعا من أول يوم خدنا العلاج المبدائي اللي هو العلاج الترتيبي والعلاج الموضعي بدأنا خطة العلاج بالفم بدأنا معاها بإحدى مشتقات فيتامين ألف كابسولات بتتاخد على حسب وزن المريضة وإتحسبت الجراعة بدقة والبنت بدأت تتلقى العلاج في فترة وجيزة جدا كان الحمد لله بفضل الله حصل التحسن ملحوظ في البيان متابعة مستمرة يوميا من الفريق المعالج وإدارة المستشفى ومتابعة دقيقة ومستمرة من معالي وزير الصحة يعني يوميا كانت بتطمن على تطورات الإيجابية لعلاج بيان الحمد لله يعني أنا بشكر ربنا أول شيء إنه وصلت لها الحالة وبشكر الدكاترة اللي كانوا متابعين عليها وبتمنى إنه يتم يعني الشفاء التام إلها وما يرد إلها يعني السنة الجاية إن شاء الله يعني الحمد لله رب العالمين شكرا للرئاسي أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج عن زيارة الكيانات المصرية في الخارج لمحافظة القليوبية لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي يتم تنفيذها بكرة المحافظة وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج أضفت وزارة الهجرة أنه سيتم تنظيم عدد من الزيارات يجريها ممثل الكيانات المصرية في الخارج للاطلاع على ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية وإشراك المصريين في الخارج في مبادرة حياة كريمة لدعم مبادرة حياة كريمة ونقل صورة وقعية لما يشهده الريف المصري من تطوير تفقدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عددا من المشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة بكرة النوى والأحراز التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية المؤتمر بيكلم عن مسندة ودعم حياة كريمة في ظل الجمهورية جديدة مهم جدا أن ممثلي الكينات يشهدوا بعينهم وبتليفوناتهم اللي طلبت منهم أنهم يسجلوا كل المجهود للدولة والقيادة السياسية الحقيقة أيمة عليه عشان نوفر المستوى اللائق لأهالينا البسطاء في قرى الريف المصري جاءت الزيارة بحضور محافظة القليوبية لمشروعات المياه والصرف الصحي والوحدة البيطارية ومركز الشباب وعدد من مدارس القرى تطوير الريف المصري ده مشروع فعلا قومي مشروع استراتيجي فعلا لأنه بنخدم كل بنوصل لي الفرد فعلا في الكرى والعزب والنجوع عشان نلبلهم كل الخدمات بتاعتهم الزيارة تأتي على هامش انعقاد النسخة الثانية من مؤتمر الكينات المصرية بهدف اطلاع وفد المصريين في الخارج على آخر ما تم إنجازه حتى الآن في مسيرة التنمية رابي محمد التلفزيون المصري أطلقت مدرية الصحة ببني سويف الحملة تنشطية لتنظيم الأسرة والتي تستمر حتى السادس والعشرين من أغسطس الجاري تنفذها المدرية على مرحلتين تحت شعار حقك تنظمي وذلك لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان وتستهدف الحملة قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وعددها 66 قرية بمركزي بباء وناصر خلال المرحلة الأولى من المبادرة كما تستهدف الحملة تنظيم ندوات توعية للسيدات على هامش الحملة عن رسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتتواصل بمحافظة المينيا أعمال المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بكرة مركز دير مواس يستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري تطوير 192 قرية في 757 تابعا بإجمالي 32 وحدة محلية بنطاق خمسة مراكز على مستوى المحافظة وبتكلفة 23 مليار جنيه ويصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية والتي يتم تطويرها نحو مليونين وتسعمائة ألف مستفيد أكد وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر على دعم الجانب الصومالي وتقديم شتى أوجه المساعدة له خلال لقائه رئيس وزراء الصومال محمد ربلي على هامش زيارة المسؤول الصومالي للقاهرة بحث الجانباني العلاقات الثنائية والقضايا الأقليمية محل الاهتمام المشترق بين البلدين أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت التزام الجامعة الكامل بدعم أي خطوات من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في الصومال وخلال لقائه برئيس الوزراء الصومالي والوفد المرافق له أشهد أبو الغيت بالنتائج الإيجابية التي تحققت مؤخرا على صعيد تحقيق الوفاق الوطني بما سمح ببدء الانتخابات التشريعية المؤجلة في البلاد وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن اللقاء تناول استعراضا لمجمل التطورات على الساحة الصومالية والجهود التي تبذلها الحكومة الفيدرالية لتثبيت الأمن والاستقرار في البلاد السادسة مستمرة مع حضرتكم من التلفزيون المصري ونتابع فيها نقاط يقول إن المشاورات متواصلة لإزالة العقبات وتشكيل حكومة تراعي كل توازنات قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نبيب ميقاتي إن مشاورات تشكيل الحكومة باتت في مراحلها الأخيرة وأضاف ميقاتي عقب اجتماعي مع الرئيس ميشيل عون أن البهودة لا تزال مستمرة لإزالة دميع العقبات وتشكيل حكومة تراعي كل توازنات أنا من أول يوم يوم التكليف قلت ما برطبت بزمن معين نحن نشتغل بكل جهدنا بإزالة كل العقبات الموجودة وقلت تشكيل حكومة بلبنان ليس بالسهولة هي عبارة عن معادلة حسابية صعبة تكتفوت بالطواقف والمزاهب والمناطق والاختصاصات والولاء والأفقار والأسقال بداخل الحكومة ما في كلمة هذا لألي وهذا لألك نحن عنام الحكومة لكل لبنان عنام حتماً في ولاقات معينة ما في حداً بلبنان تقري اسمه حصل طقفته بتقولي هذا فلان لفلان وهذا فلان لفلان مش عيبة بس بدنا يكونوا حقيقةً عندهم الجدارة والكفاءة أنه يستلموا الحقيقة بتاعتهم هيدا هو المطلوبة قلت لك أنه ما في حولاءات لا أكيد في ولاقات داخل قطر وجه الرئيس اللبناني بشلعون رسالة للأمانة العامة لمجلس النواب حاول وقف الدعم عن المواد والسلع الحيوية في ضوء القرار الذي اتخذه حاكم مصرف لبنان المركزي برفع الدعم عن المحروقات دون انتظار لصدور البطاقة التمويلية وطلب عون من المجلس اتخاذ كافة المواقف والإجراءات المناسبة في هذا الشأن كما ناقش الرئيس عون مع وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية قطة عمل الوزارة ومصار البطاقة التمويلية والمساعدات التي تقدمها دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بيري لعقد جلسة مفتوحة الجمعة المقبلة لمناقشة الإجراء المناسب لمواجهة نقص الوقود استجابة لطلب الرئيس ميشيل عون كان حاكم مصرف لبنان المركزي قد طلب الاسبوع الماضي من الحكومة اقرار قانون يتيح له السحبة من الاحتياطيات الإلجامية بهدف توفير التمويل لواردات الوقود أظهرت إحصاءات الرويترز أن أكثر 207 ملايين و700 ألف أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم وأشار إحصاء رويترز إلى وصول إجمالي الوفيات النتجة عن الفيروس إلى 4 ملايين و543 ألف وفاء ولفتت رويترز إلى تسبيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دولة ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر من عام 2019 أعلنت الهند تسجيل 25 ألف و 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية وتعد تلك أقل حصيلة إصابات يومية منذ 154 يوما يرتفع بذلك إجمالي المصابين بالفيروس إلى 32 مليون و 250 ألفا و 679 شخصا وأضافت الوزارة أنه تم تسبيل 437 وفاء جديدة ليصل إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 432 ألفا و 79 شخصا أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلاندا جاسياندا أردرن فرد إجراءات عزل عام وإغلاق في أنحاء البلاد بعد اكتشاف إصابة جديدة بكورونا في أكلاند كبرى مدن نيوزيلاندا وقالت أردرن إن السلطات تفترض أن الحالة الجديدة مصابة بالسلالة دلتا غير أن هذا لم يتأكد بعد ويستمر العزل العام سبعة أيام في أوكلاند وثلاثة أيام في باقي البلاد أعلنت الحكومة اليابانية أنها ستمدد العمل بحالة الطوارئ السارية منذ يوليو في عدد من مناطق البلاد وذلك لمواجهة كورونا كما ستوسع الحكومة اليابانية نطاق هذا التدبير الاستثنائي ليشمل مناطق أخرى تشهد زيادة في أعداد الإصابات بالفيروس وقال الوزير المكلف بتنصيق جهود إدارة الأزمة الصحية ياسو توشي نيشي مورا إن الفيروس يتفش في اليابان على نطاق لم يسبق له مثيل وأضاف نيشي مورا خلال اجتماع مع خبراء صحيين أن عدد المرضى الذين هم في حالات حردة يتزايد كل يوم أعلنت تايلند تسجيل 239 وفا جديدة بفيروس كورونا وتعد هذه زيادة قياسية في عدد الوفيات اليومية بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7973 وفا كما سجلت تايلند 20128 حالة إصابة جديدة بكورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 948442 إصابة أهلا بكم من جديد قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينسي ستولتنبرغ إن مواجهة الإرهاب الدولي يجب أن يبقى أولوية وأكد على أن العالم سيبقي على دعمه لأفغانستان كما طلب بالإبقاء على المعابر الحدودية الأفغانية مفتوحة وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي على ضرورة معرفة أسباب إخفاق القوات الأفغانية في مواجهة طالبان كنا أمام معضلة إما أن نذهب ومخاطر بأن تعود طالبان وتستولي على الأرض أو أن نبقى ونخاطر أيضا بالمزيد من القتال والمهامات القتالية لم تكن نيتنا بالبقاء في أفغانستان إلى ما لا نهاية على مر العامين الماضيين من 100 ألف جندي نحن انتقلنا إلى 10 ألف جندي والآن 0 جندي ولكن ما شاهدناه على مر الأسابيع الماضية على الصعيد العسكري أو كان انهيارا عسكريا وسياسيا بسرعة لم نكن نتوقعها جزء من القوات الأفغانية حاربت بشكل شجاع ولكنها لم تكن قادرة على تأمين الدولة لأنه في نهاية المطاف القيادة السياسية لم تقدر أن تواجه طالبان وفشلت في مواجهة طالبان وتوصل إلى حل سلمي كما كانت تريد طالبان شهد نزاعه في أفغانستان تطورا سريعا في الأحداث وذلك منذ إعلان الولايات المتحدة في الأول من مايو عن سحب قوتها من البلاد وصولا لدخول حركة طالبان للقصر الرئاسي ترجمة نانسي قنقر 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 والعاملين والموظفين وكذلك العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي قبل بدء العام الدراسي الجديد وصلنا معكم مشاهدين الكرام لجولة في أخبار المال والأعمال لنشرة السادسة وتفاصيل الأخبار الاقتصادية مع آية الكافوري تفضل آية شكرا للهام شكرا مصطفى لنتحول إلى جولتنا الاقتصادية محليا وعالميا أكدت الحكومة أن المنصة الداخلية للميكانة بوزارة التخطيط تهدف لسهولة مشاركة وإتاحة البيانات من قبل جميع الباحثين بالوزارة ويمكن الوصول لها عن طريق الشبكة الداخلية للوزارة ومن جهتها أوضحت وزيرة التخطيط للسعيد أن المنصة تضم عددا من قواعد البيانات المختلفة ومنها الأسعار وسوق العمل والحسابات القومية ومؤشرة الفقر حيث أن كل قاعدة بيانات تضم عددا كبيرا من المؤشرة الفرعية جاء ذلك خلال مؤتمرا عقدته الوزارة لاستعراض قاعدة بيانات المؤشرة الاقتصادية كجزء من المنصة الداخلية للميكانة والتحول الرقمي الخاصة بالوزارة تمهيدا لإطلاقها بحثت الحكومة مجالة التعاون المشترك مع برنامج الأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي ريال مشات مع المدير الإقليمي الجديد لبرنامج الأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة في مصر وخلال اللقاء عرضت الوزير استراتيجية عمل الوزارة التي تستهدف تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعدد الإطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية والمضيق دمنا نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يواصل الاقتصاد المصري تحقيق معادلة نمو إيجابية رغم تدعية جائحة كورونا وسط إشادات مؤسسة التصنيف الإثماني العالمية وأكد تقرير للصندوق النقد العربي أن الاقتصاد المصري هو الاثثناء الوحيد من الانكماش الذي تواجه اقتصادات المنطقة العربية وأرجع ذلك إلى المرونة الاقتصادية الناجمة عن تنفيذ الحكومة عددا من الإصلاحات الاقتصادية بخطوات ثابتة يمضي الاقتصاد المصري إلى الأمام رغم تدعيات جائحة كورونا هذا ما تشير إليه التقارير المتخصصة دوليا وعربيا وآخرها تقرير صادر عن صندوق النقد العربي يقول إن الاقتصاد المصري هو الاستثناء الوحيد من موجة الانكماش التي تواجه اقتصادات المنطقة حاليا صندوق النقد العربي أرجع أداء الاقتصاد المصري الإيجابي إلى مرونة الناجمة عن تنفيذ الحكومة عددا من الإصلاحات الاقتصادية التي آتت ثمارها سريعا الصندوق توقع أيضا تسجيل معدلات تضخم سنوية في نطاق المستهدف وذلك خلال عامي 2021-2022 مع توقعات بأن يسهم موجود مخزون كاف من السلع الاستراتيجية واستقرار سعر الصرف في احتواء الضغوط التضخمية وكالة فيتش العالمية للتصنيف الاقتماني هي الأخرى وأشادت بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام جائحة كورونا واعتبرته نقطة مضيئة بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتوقعت فيتش أن تكون مصر هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي على مدار السنوات الأربع القادمة كما توقعت الوكالة بأن يحقق الاقتصاد المصري نموا خلال العام المالي القادم بنحو 5.5% مقارنة بنحو 5% خلال العام المالي الحالي هي إذن توقعات بأن يخرج الاقتصاد المصري من الجائحة أكثر صلابة على ضوء ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من مكتسبات إضافة إلى ما تضمنته إجراءات الحكومة من تيسيرات مالية ونقدية ساعدت في تخفيف الأثر الصحي والاجتماعي للجائحة وإلى البرصة المصرية حيث تبانت المؤشرات بختام التعاملات حيث ترجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط السهم قيادية في حين ارتفع مؤشرة EGX70 و EGX100 وارتفع رأس المال السوقي 414 مليون جنيه عند مستوى 729 مليار وتسعمائة وتسعة وأربعين مليون جنيه ونبدأ بمؤشر EGX30 والذي تراجع اليوم بنسبة 98 من الماء في الماء وأغلق عند عشرة ألف وتسعمائة وثلاثين نقطة في المقابل ارتفع أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 بنسبة 21 من الماء في الماء وأغلق عند ألفين وتسعمائة وتسعة عشرة نقطة أيضا امتدت الارتفعات لـ EGX100 الأوسع نطاقا وارتفع بنسبة 83 من الماء في الماء وأغلق عند ثلاثة ألف وتسعمائة وتسعمائة وتسعين نقطة من البورصة إلى أسواق العملات حيث تبانت أسعر العملات أمام الجنيه المصرية وسجل الدولار الأمريكي سعر شراء وصل إلى 15 جنيه 64 قرشا سعر البيع 15 جنيه 74 قرشا عن اليورو سعر شراء 18 جنيه 37 قرشا وسعر البيع 18 جنيه 49 قرشا نصل معكم للجنيه الاسترليني سعر شراء 21 جنيه 55 قرشا سعر البيع 21 جنيه 69 قرشا وبالنسبة للعملات العربية نبدأ معكم مشاهدين من الدرهم الإماراتي والذي وصل سعر الشراء اليوم إلى 4 جنيه 26 قرشا 4 جنيه 28 قرشا بالنسبة لسعر البيع أما عن ريال السعودي سجل سعر الشراء وصل إلى 4 جنيه 17 قرشا وسعر البيع 4 جنيه 19 قرشا كشفت بيانات ضريبية أن عدد الموظفين المسجلين في قوائم أجور الشركات البريطانية زاد بنحو 182 ألفا في يوليو مقارنة مع يونيو ليقترب من مستوى قبل الجائحة وذلك في الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد من إجراءات العزل العام لمكافحة كورونا وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أن 28 مليونا وتسعمائة ألف شخص الآن على قوائم أجور الشركات بما يقل بأكثر من 200 ألف عن مستوى ما قبل الجائحة وانخفض معدل البطالة العام لثلاثة أشهر المنتهية في يونيو إلى 74 من 10% انتهت مشاهدين جولتنا الاقتصادية عود مرة أخرى إلى الهام نمر ومصطفى ميزار إليه شكراً آية الكفوري توفي اليوم المؤلف والسينئر استفايصل ندى عن عمر ناهز 81 عاما ويعد ندى من أشهر المؤلفين في مصر حيث ترك بصمة كبيرة في قطاع السينما ودراما التلفزيونية وله العديد من المصرحيات التي تعد بصمة في مشواره الفني موسيقى 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 وصلنا معكم مشاهدين الكرام لنهاية هذه النشرة المفصلة ولم يتبقى سواء نذكر حضرتكم بأهم عنوين موسيقى الرئيس السيسي يوجه بإجراء مراجعة دقيقة للأعمال الفنية والإنشائية الخاصة بمبادرة حياة كريمة لضمان مستوى الأداء وتنفيذ تبقى للمعايير الحديثة موسيقى موسيقى الرئيس السيسي يشيد بما حققته البعثة الأولمبية من نتائج وإنجازات ويمنحهم عددا من الأوسمة الرياضية موسيقى إعلانوا نتائج امتحانات الثانوية العامة بنسبة نجاح 74% وفتحوا باب المرحلة الأولى لتنصيق الجمعات يوم السبت المقبل موسيقى انتهت نشرتنا شكرا للمتابعة شكرا لحضراتكم وطبطن في أمان الله موسيقى 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 موسيقى